مرحبا اليوم بنحكي عن الماتريكس الماتريكس هو نظام من أنظمة التجمية أو الـ operation بالماث لكن الماتريكس هو نظام يستعمل للعملية الحسابية إذا تشوف هولا عندي definition A matrix is a collection of numbers 6, 4, 24, 1, minus 9, 8 لكن الشكل هو كيف؟ مثل arrays هذا الشكل يسموه ماتريكس إذا أنا عندي ماتريكس هذا صغير مقلف من 4 رقم 3, 4, 8, 6 بدي أجمعه مع 4 0, 1, minus 9 ذا كيف شكله الـ equal بيأخذ أول رقم موازلة هذا 3 زائد 4 يعطي 7 4 زائد 1 يعطي 5 6, minus 9, minus 3 8, plus 0, 8 هذا الجواب يطلع معنا بهذا الطريق أنا عملت شو هو جمعت الماتريكس سميت adding negative يعني إذا أنا عندي قلت minus matrix 2, 7, minus 4, 10 كأنك عد تضرب الرقم بكل رقم لحال يعني عندي minus هون بتصير minus 2 4 عندي minus 4 times minus بصير plus 4 minus 7, minus 7 وال10 times minus بتصير minus 10 إذا أنا معي رقمين بدي أجمعهم بس الماتريكس الثاني هو negative بالشكل العيد 3, minus 4 بتصير minus 1 4, minus 1 3 6, minus, minus 9 صار معي plus 9 وستة خمستاش 8, minus 0 بتصير 8, minus 0 لكن هيك عملنا نحنا لأدي مرة plus مرة minus هلا ممكن في عندنا شيء اسمه transposing يعني إذا أنا بشوف هالشكل التاني مثل swap أو إذا بدك بغيّل الرقم لقل عندي 6424 هيدا كرو عندي 1, minus 9, 8 إذا بدأ أعملوا إشارة T يعني بدي أقلبهم بالشكل التاني بتصير 6424 بيتحولوا مروا لقل ولو وال 1, minus 9, 8 بيصير 1, minus 9, 8 بس بشكل قل هيا بيشتموه transposing تغيير بالشكل أكيد في عنا كتير معدلات بعض بالmatrix هنشوفها بس ألا بيخده اسم الأول A عبعطي مثل notation يعني إذا أنا عندي A matrix capital A اسمه A كل الأرقام اللي داخله بعبر عنا ب A صغيرة 1, 1 location طبعه row 1, column 1 تاني رقم موجود هون بلخص خطات 1, 2 يعني row 1, column 2 بهالطريقة إذا بدكم كل أرقام موجودة عنا أو كل location لأي رقم بيبتدي ب row بعدين column يعني إذا أنا بدي أخد الرقم هيدا تحس row 1, column 1 بدي أخد رقم الستة row 2, column 2 هاجعل هون بطلعظوا هيدا الرقم الموجود بالزاوية بسموه 2, 3 يعني row 2, column 3 row 2, column 2 هاي النوتاشن طبعا حيخد بعض more examples عندي 2 minus 4 minus 3 2 plus minus 1 3 minus 5 2 إذا بدي جمع 2 plus minus 1 بطلع minus 1 minus 4 plus 3 بطلع minus 1 2 minus 2 لعزيرو قلت له هاي الشكل طبعا برضو more examples كله عم بحكي عن شيء اسمه matrix more examples 2 minus 4 minus 3 2 minus هيدا إذا بدي جمع matrix التاني 2 minus minus 1 صار plus 1 مع 2 3 minus 3 minus minus 5 minus يعني صار plus 5 minus 3 2 minus 4 minus 3 minus 7 و 2 plus 2 كوية 0 بس الدواء أوكي بس الدواء طبعا ترانسفوض مرة تانية عب أخذ minus 3 1 4 5 2 1 بتلاحظوا بدي أقلبهم الشكل هيدا بتلاحظوا الرو الأبر 1 إذا بيقلبوا بيصير هيك يعني بتصير شكلها هيك وال5 2 minus 1 بتصير عمودي يعني أفقي بيصير عمودي و كمان الرو التاني بيصير عمودي هاي بسموها transpose transpose لأخذ إخذ إخذ بيحكي عن متل operation if A equal minus 3 minus 2 5 1 4 minus 1 and B 4 0 minus 2 minus 3 minus 2 minus 4 إذا أنا بدي equation طبع يعملوا 3A minus 2B شو بيسيب هون ساعته بدي عم multiplication لأول matrix ب3 minus matrix الثاني مضروب ب2 هاي بلد شوية شوية هايخذ أول شي أنا الأول matrix times 3 يعني minus 3 times 3 minus 9 1 بسير 3 minus 2 بتصير minus 6 4 12 وال 5 15 وإخر شي minus 1 times 3 بسير minus 3 لحظتم لكن أول مجموعة هي 3 times 8 minus 2B هادروب هايذا بال2 4 بتصير 8 0 بدال 0 2 minus 4 6 minus 6 minus 2 بتصير minus 4 و 4 times 2 بسير 8 وصلنا للآخر operation وهان ها أكيد هشوف بكرة more examples بالإكزامبل التاني minus 9 minus 8 صار minus 15 وهان بلاش أصل لجهوب النهائي هيدا بلاش بلاش مجموعة 3 11 وهون حكينا اليوم عدتت أربع أفكار أول فكرة شو الماتريكس وتنظيم أرقام مثل array حكينا عن adding transposing كيف اخلفه حكينا عن negative كيف multiply بين اكز بصير شكله عملنا plus minus وعملت عملية operation وبهالطريقة أنا بختر أخط أول lecture تحكي عن matrix تباعا هنحكي و subtraction والعمل الحسبي التاني thank you